أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبَرَاهِيمُ رَبِّي جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رَبِّي جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبَنِي وَبَنِي أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّارِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رُّحِيمٌ وَإِذْ قَالَ إِبَرَاهِيمُ رَبِّي جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبَنِي وَبَنِي أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّارِ رَبِّ إِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّقِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَلْتُ مِنْ ذُرْيَتِي رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَلْتُ مِنْ ذُرْيَتِي بِوَدٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةِ بِوَدٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِيدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةِ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الحمد لله الذي وهبى لي على الكبار إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهبى لي على الكبار إسماعيل وإسحاق إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّوَاءُ رَبِّي جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرْيَةِ رَبَّنَا عَتَقَبَّ الْدُعَاءُ رَبَّنَا عُفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ الله أكبر الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا آطَيْنَا كَالْكَوْثَرُ الله أكبر الله أكبر الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا آطَيْنَا كَالْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا آطَيْنَا كَالْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ إِنَّا شَانِئَكَوْا الْأَبَاتَرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله أشهد أن 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 محمد رسول الله محمد رسول الله عندما يشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله رفع نداء الحق الشيخ مصطفى عاطف حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون نعيش الآن في ظل العشر الأول منزل حجة وهي خير أيام الدنيا أيام الذكر والدعاء أيام التضحية والعطاء أيام تتوحد فيها القلوب على طاعة الله أيام نتوحد فيها على قلب رجل واحد دفاعا عن بلدنا ومساندة لجندنا ولرجال قواتنا المسلحة في الداخل والخارج نصطف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية نحمل الأرض والعرض ونحفظ الجار ونساعد القريب أيام جعل الله مكانها قسما في القرآن الكريم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل فيها أفضل من العمل في سائر الأيام نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها لعمل يرضيه وأن يرفع عنا البلاء والوباء وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان وأن يسدد الله خطى القائمين عليها أيام نصوم فيها لله تبارك وتعالى ونقوم فيها طاعة لله ليغفر لنا ذنوب عامين قال صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفه أحتسب على الله أن يكفر سنة ماطية وحاضرة الدكتور الشحات السيد عزازي يعتلي درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة فاستمعوا وأنصطوا لعلكم ترحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيد وبشكره تكثر النعم وتزيد وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد الأمر أمره والملك ملكه والحكم حكمه والقضاء قضاءه والكل عباده ولا يخرج شيء عن سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء ظاهر بلا خفاء وباطن بلا اختفاء رفع السماء فأعلاها على غير بناء وبسط الأرض وسواها على تيار الماء وخلق الخلق ودبرهم كيف شاء وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد الرسول الله سيدي يا رسول الله هي خير أيام الدنيا يوالينا رب العالمين تبارك وتعالى بها يفتح لنا فيها أبواب الخيرات ويمن علينا فيها بالعطايا والبركات يغفر لنا زلة يرفع لنا درجة يكرمنا بقربه فيرضانا من الصائمين من صام ويرضى من القائمين من قام ويمن علينا بالعطايا والهبات يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها ألا فتعرضوا لها فلعل أن تصيب أحدكم نفحة من نفحات الله فلا يشقى بعدها أبدا أقسم الله عز وجل بها في القرآن فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والحبيب صلى الله عليه وسلم عمل الخير فيها وهو الأسوة القدوة ودع الناس إلى المسارعة بالخير فيها وندبنا إلى ما فيها من عظيم العطاء فقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وخير عبادة النهار الصيام إذا نوى لله صيام يوم باعد الله وجهه عن النار سبعين عاما كأن بينه وبين النار مسافة لماذا؟ لأنه ضحى لله لأنه تجرد لله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به صيام يسمو بالأخلاق ويهذبها ويرفع قيمة الإنسان عند ربه لأنه تجرد لله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإذا صام صامت العين وصامت الأذن وصام الفم واللسان وصامت اليد وصامت الرجل فلا عين تنظر إلى ما حرم الله ولا أذن تستمع إلى غيبة ونميمة وخنى وغدر وخيانة ولا لسان يحرِّض على شر ولا سوع ولا يثير شائعة ولا يفسد بين الناس ولا يوقع بينهم ولا يغتاب ولا ينم لسان تربى وتأدب وتهذب فصام عن الحرام وشغل نفسه بذكر الله فهم بين مُكَبِّرٍ ومُسبِّحٍ ومُهَلِّلٍ ومُحَوْقِلٍ ومُستَغْفِرٍ ومُصَلٍّ على رسول الله هذه الأيام التي من ذكر الله تبارك وتعالى فيها كان متأسياً بخير خلق الله وكان متشبهاً بوفد الله يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم وكل أرزاق الله خير الله تبارك وتعالى جعل لك لساناً تذكره به فصم به عن ذكر غيره فليس بمؤمنٍ من خاض بلسانه في أعراض الناس وليس بمؤمنٍ من تلقى شائعةً تفت في عضد أمته وتوغر صدور الناس وتوهن عزائمهم هذا ليس بصائمٍ وليس بذاكرٍ لله ورد والعهدة على من قال ورد أن أحد الصالحين مر على رجل منقل على قارعة الطريق يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري فقال أي عافيةٍ وأنت ملقاً على الطريق مقطع الأطراف وفي شدة الحر واجتمعت عليك الزنابير تلسعك قال إليك عني الحمد لله الذي أبقى لي لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وجسداً على البلاء صابراً نذكر الله تبارك وتعالى فنقرأ القرآن نذكر الله تبارك وتعالى فنحمد الله على نعمته ونشكر الله على عطيته ونستغفر الله على زلاتنا ونوحد الله فهو أهل الفضل والكرم سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دائماً لا يزال لسانك رطباً بذكر الله صلوا آباءكم وأمهاتكم صلوا أرحامكم براً فإن البر يزيد في الأعمار ويبارك في الأرزاق ويفتح لك أبواب العطاء افعل ما استطعت من الخير حتى تؤجر من الله الخير أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والسداد والغنى في ديننا ودنيانا وآخرتنا أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله الملك العلام والصلاة والسلام على النبي الهادي الإمام علم الأعلام ونور الظلام إمام الأعمة وهادي الأمة وكاشف الغمة أخرج الناس من ظلمات الجهل والطغيان إلى نور الحق والإيمان وكفى به شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد أفلح من اتقاه ولا تعصوا ربكم فقد خاب من عصى مولاه وبعد فرصة نذكر فيها أنفسنا بذكرنا لربنا ونحيي فيها قلوبنا بكتاب ربنا ونزيد فيها أرزاقنا بصلة أرحامنا ونستجلب رحمة الله ببرنا بآبائنا يصل بعضنا بعضا ويواسي بعضنا بعضا نتلاقى على قلب رجلٍ واحد طاعةً لله وشكراً لنعمة الله وأعظم نعمةٍ أنعم الله بها علينا وطنٌ آمنٌ نعيش فيه آمنين مطمئنين والناس لا يأمنون على أنفسهم في أوطانهم رزقنا الله عز وجل وطنًا آمنًا وقيد لنا رجالًا يحفظون هذا الأمن نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يديمهم وأن يعزهم وأن يسدد رميهم وأن يرد كيد عدوهم وأن يحفظ لنا هذا الوطن الذي نعيش في نعمته ولكن أمرٌ يجب أن نلتفت إليه جميعاً أنه لا فداء إلا بتضحية فتأتي لنا الأضحية لتحيى لنا أنه كلما كان الأجر عظيماً كلما كان الثمن المدفوع فيه عظيم وكلما كانت التضحية أكبر كلما كان العطاء من الله أعظم الخليل إبراهيم يأمره رب العالمين تبارك وتعالى أن يضحي بولده لتعلم أن أعز عزيز عليك إنما هو شيء هيّن إذا قدمته لله فإذا قدمته لله راضياً جاءك العطاء العظيم من الله لكن لا يتم العطاء حتى يتم الرضا فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فمن ضحى لله بكل شيء أخذ من الله كل شيء ولن يتم عطاء الله لك حتى يرى الله الرضا وقد ملأ قلبك فكن راضياً لله إذا أردت أن يرفع الله شأنك من الناس من يضحي بيومه صائماً لله من الناس من يضحي بليلته قائماً لله من الناس من يضحي بماله متصدقاً لله واصلاً إلى عباد الله من الناس من يضحي بحياته برًّا لوالديه وقياماً على أولاده ومن الناس من أخذ ذلك وسمى فوقه درجة فضحى بكل الحياة ليكون شهيداً لله ليحمي أرضاً ويحمي عرضاً فلما ضحى بكل الحياة منحه الله كل الحياة فجعل الشهداء عند ربهم أحياء أيامٌ نحيا فيها بل نحيا بها بين الصيامٍ وقيامٍ وذكرٍ وقرآنٍ يطوف من طاف حول الكعبة ونسأل الله أن يعيدنا إلى الكعبة بل أن يعيد إلينا الكعبة ومنهم من يسعى بين الصفى والمروة ونسأل الله أن يجعلنا من الساعين وأن يفرِّج الكربى ومن الناس من يقف على عرفات ونسأل الله أن يعيد إلينا هذه الوقفة لكن من فاته في هذا العام على عرفات وقفة فليقف مع نفسه هنا وقفة ماذا لك وماذا عليك ماذا فعلت وماذا تركت وما الأشياء التي قصرت فيها حتى ترجع وتجدد عهداً مع الله حتى تستحق أن تدعى من الله ولكن الله من فضله لم يقطعن ولم يحرمن فمن صام يوم عرفه يكفِّر سنتين سنةً قبله وسنةً بعده فنضحِّه مع الأضحية بنفوسٍ أبعدتنا عن الله ونذكر مع القرآن والذكر موعدًا لنا مع الله ونذكر مع الحج وألفته التفافنا واصطفافنا حمايةً لأوطاننا وأعراضنا وديننا وندعو الله تبارك وتعالى اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعفو عنا على طاعتك أعنا من شرور قلقك سلِّمنا إلى غيرك لا تكلنا ولا تصرفنا يا مولانا من هذا المكان إلا مغفورًا لنا أجمعين ارضى اللهم عن الصحابة والتابعين والحقنا بهم على الإسلام والإيمان غير فتانين ولا مفتونين اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا آمنا في أوطاننا آمنا في أوطاننا آمنا في أوطاننا وفق رجالها وجندها وجيشها وقيادتها وأبناءها إلى ما فيه خير البلاد والعباد احفظهم بحفظك وحرصهم بعينك وارعهم برعايتك وأمنهم في كل مكان وأمن بهم يا ربنا كل إنسان احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتدبير المدبرين إلا تدبيرا برب خير يا رب العالمين اجعل هذه الأيام فاتحة خير لنا تعيدنا إلى بيتك عودا جميلا تعيدنا إلى المساجد عودا كريما تعيدنا إلى بعضنا عودا العزيز الحبيب إلى الحبيب عباد الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وإهتاء ذي القربة وأنا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم وبه الهداية ومن التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله قامت الصلاة استقيموا واستغفوا واعتذلوا يرحمنا ويرحمكم الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمد ومنى لك الحمد الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله